إنها صدمة هذه هي الكلمات الأولى التي وصف بها الصحفي الكندي أولسي غازيتشي معسكرات الاعتقال الجماعي في إقليم شينجيانج المؤرخ الألباني الكندي شكك في بداية الأمر بالتقارير التي تفيد بأن الصين تقمع بشكل منهجي أقلية الإيغور المسلمة إذ كان يعتقد أن الغرب صاغ هذه المزاعم لتهدئة الحماسة ضد بكين لذا انضم في أغسطس الماضي إلى جولة للصحفيين الأجانب في إقليم شينجيانج حيث تعيش هذه الأقلية تشف أولسي أن اعتقاده ببراءة بكين كان خطئا تماما على العكس كشف عن قصة انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق في شينجيانج بدءا من معسكرات الاعتقال وتم منع المسلمين من الصلاة إلى إجبارهم على التحدث بلغة الماندرين واحتجازهم لمدة سنة أو أكثر وتلقينهم تعاليم الحزب الشيوعي مسؤول الحزب افترضوا أنه سيبلغ عن عدم وجود شيء في شينجيانج لكن أولسي يقول أنها حملة واسعة النطاق للقضاء على ثقافة الإيغور ولغتهم ودينهم أولسي يضيف بأن الفكرة الكاملة لهذه الزيارة من وجهة نظر السلطات الصينية كانت بيع قصة مزيفة للعالم لنقول للعالم أنه لا توجد معسكرات اعتقال لكن ما رأاه كان صدمة بالنسبة له أولسي زار برفقة صحفيين أول مركزين للتدريب المهني حسب وصف السلطات الصينية لكن أولسي أكد أنه بدأ من الخارج وكأنه سجن وسط الصحراء الزيارة بدأت بأغنية وطريقة رقص صينية أقامها طلاب من الإيغور لكن أولسي أصر على القيام بجولة في المنشأة وكانت المحطة الأولى عبارة عن غرفة نوم صغيرة مزودة بعشرة أسرة بطابقين ومراحضة على الطراز الآسيوي في محطة أخرى سأل أولسي أحد العاملين المعلمين عما إذا كان بإمكان سكان المركز الصلاة كان الجواب لا وغير مسموحا به لأن القانون الصيني يحضر الصلاة في المدارس يوثق أولسي أيضا الجرائم الأخرى بحق الإيغور منها منع المسلمين من الزواج إلا وفقا للقانون الصيني وإجبارهم على التحدث بلغة المندرين وليس بلغة الإيغور وإدخالهم عنوة للحزب الشيوعي وتلقينهم تعلمهم الصدمة الكبرى بالنسبة لأولسي كانت عندما خاطبهم بالترحيب الإسلامي التقليدي السلام عليكم أجابوا بكلمة نيهاو وهي طريقة الترحيب على طريقة المندرين يختم أولسي حديثه قائلا إذا كنت تتحدث بلغتك الخاصة وإذا أظهرت أدنى علامة من التدين سوف ينتهي بك المطاف في معسكر اعتقال ترجمة نانسي قنقر